هلو افريبادي فيديو جديد مع مرمر طبعاً كلا عيادة وحشته مرمر جداً جداً النهاردة انا جاي لكم فيديو بجد متين كده كله معلومات جميلة بصوا بقى فيه حاجات جميلة جداً جداً استخدمتها في السنة دي ويطلعت بيها وبجد عارفين انتو اللي هو مش حتى هستمر بيها للسنة اللي جاية لا ده هو forever من كتر ما هي تحفى بجد وتستهل انها تتجرب تاني وفيه منتجات تعرفتها السنة دي بجد يعني لما استخدمت المنتجات الجديدة اللي طلعها قلت ايه ده هو انا كنت باستخدم المنتجات دي ازاي عارفين انتو اللي هو الجديد يحلى وانكتجرابي فعلاً حاجات جديدة وتلاقي ناس جداً حلوة دي وجد اعظم حاجة منتجات لكل حاجة سكين كير ميك اوب بيرفيومز كل الحاجات اللي انا فعلاً اجربتها ونفع معايا فورل حاجة لشارككم بيها النهاردة علشان ان شاء الله ندخل السنة الجديدة كده وانا عارفين المنتجات بتاعتنا اللي احنا هنشتريها اول حاجة ماسكارا ميبلين لا استغناء عنها دي بقى forever مش مش السنة دي بس او السنة اللي جاية بس لا دي مكملة معايا مش عارفة لو وقفوا تصدير ليها او انا مش عارفة هيحصل لي ايه بس بجند تحفة تاني حاجة بقى foundation هودا بيوتي برضو ده مكامل معايا forever ده مقدرش استغنى عنه بجند تحفة قوي ده دركته تلاتة ده برضو مكمل معايا وقلوكو الحاجات اللي فعلاً فعلاً مكملة معايا والحاجات اللي لسه مجربها السنة دي ونوية اخليها معايا لسنة اللي جاية الى حين اثبات عكس ذلك طبعاً لبستيكيكو لا استغناء عنه هو والليب جلاس بتاعه يعني تحفة وده برضو مكمل معانا forever من سنتين ومكمل معانا من سنتين لحد دلوقتي فطبعاً ده حكاية ومن الحاجات اللي مكملة معانا برضو ومعا لب لاينر فلومار ده برضو تحفة قوي وكمان عايز اقول لكم خفيف بيتوزع بسرعة بيترسم اصلاً بسهولة كريمي قوي ده دركته 406 بجد خطير ده برضو لا استغناء عنه لو تلاحظوا انا بدأ بالميكوب الاول وبعد كده هندخل على باقي الحاجات ده بقى انا لسه مجربات سنادي وبجد اختراع وهيكمل معايا برضو السنة اللي جاية ده ليب جلاس من ميت سينما بجد تحفة قوي قوي عايز اقول لكم ان هو اللون بتاعه قوي واللمعة بتاعته كمان قوية يعني ده خطير ده برضو من الحاجات اللي فعلاً هتكمل معايا لان هو عاجبني قوي يعني انا لسه مكتشفات سنادي شايفين اللون وشايفين اللمعة لسه مكتشفات سنادي ده دركته 208 تمام بجد تحفة وخطير وفعلاً فعلاً مكمل معايا جداً يعني لان هو اصلاً ليب ستيك معايا لمعة غريبة انا معرفش ايه مصدرها ولا جاية من ايه فهو من ميت سينما على فكرة تمام وليلي بيفهم في الميكوب قوي يعرف ان ميت سينما اصلاً مفيش منها الكافي يعني هي بس اوريجينال بس هي سعارها كويس فده معايا لحين اثبات عكسة ذلك برضو واللي معايا برضو فوريفر من زمان اصلاً من قبل اي ترندات موجودة لبستيك اماندا وبردو اماندا طبعاً معروف ان هي اوريجينال بس ده تحفة قوي ده درجة مديه على اورنج شوية ليه 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 حاجات خاصة عايز اقول لكم كمان درجته ده درجته تلاتين تمام برضو دي ماي فاوريت اهو بصوا اللون اورنج اورنج يعني مفهوش في صالب فهو ليموت كده حلو وانا لما بحب اجدد يعني في الطبيعي لازم نجدد يعني لازم يكون مثلاً عندك اكليست 3 الوان انتي بتبديلي ما بينهم علشان ما تبقيش موملة تمام فالليبستيك من اماندا وكمان لبكير اماندا طحفة 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 لبكير اماندا خطيرة عايز اقول لكم اهتمام ولون واللمع بصوا بصوا لونها وجمالها مفروض ان دي لبكير يعني حاجة للاهتمام كمان بالشفاف دي من اماندا درجتها اربعة كراميل تمام فطبعاً دول ماي فاوريت برضو اخر حاجة معي بقى في قسم الميكوب طبعاً بلاش هرشي جلان خطر خطر ده درجة 101 مهما بحط منها بتفضل كريمي وخفيفة وبرضو ده مكمل معانا وما ننساش سان بلوك ديرماتيك بجد تحفق خطير وسعره كمان كان كويس كان بطلطمية بس فعز هذا الغلاء الفاحش اللي حل على جميع البلاد بجد كان خطير جداً جداً وكمان هلسي جداً على البشرة برضو ما ننسهوش وده مكمل معايا للسنة اللي جاية نيجي للي بعده هو ديودريند دوف طبعاً تحفق جداً 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 ونكمل معايا برضو كنظافة وكريحة وكنعومة بجد تحفة وكاستخدام كمان استخدامه بالنسبالي كان سهل جداً لان انا النوع للدوارة بتاعت الديودريند العادية بتاديقني اصلاً اللي بعده زيت برشوت جوز الهند بجد ده خطير جداً برضو وليلي متابعني هيعرف ان انا كنت بستخدمه وسعره زيت جداً وطلبته من السعودية وجالي لما مامتي سفرت فبجد ده خطير قوي قوي وعايز اقول لكم جبت منه اتنين من كتر ما هو بيعجبني مكتوب علي انه هو قابل للأكل حاجة هالسي جداً تقدر انك انت ترطبي به جسمك ريحته حلوة وتقدر كمان انك انت تحطيه على شعرك بمنتهى الامان وبمنتهى الاريحة فبجد خطير جداً ومن الحاجات اللي تستحق التجربة حاجة مهمة سيجنال بالفحم جربته السنة دي وهيكمل معايا السنة اللي جاية نيجي بقى الاهم حاجة واهم مجموعة وهي مجموعة سكاندل عايز اقول لكم احلى بيرفيوم ممكن تجربيه احلى بادي سبلاش ممكن تحطيه احلى حاجة في الدنيا هي سكاندل بجد انا كنت في البداية من مدمنين سي ولكن مع الترندات ومع ان هو بقى ترندي حسيت ان هو حصل فيه لبس كده ما بقاش زهي الاول ما بقاش بنفس زهوته اللي كانت في الاول او ممكن اكون انا زهيئت منه فاتجهت لسكاندل وجد يعني من الاختيارات اللي عمري مهندم عليها وهيفضل مكمل معايا السنين اللي جاية كلها اهو ده البرفيوم مني ده البرفيوم وعندي هنا ده البادي سبلاش وده الهيرمست منه فعندنا مجموعة سكاندل من الحاجات اللي مكملة معايا دايما دايما بجد خطيرة هنبقى قوي ريحتها شوجري ريحتها هادية ريحتها جميلة ريحتها تحفة كل حاجة فيها حلوة بجد فدي برضو مكملة معايا وبما ان اتكلمنا عن البرفيوم زوي البادي سبلاش نيجي بقى لأحلى حاجة برضو طلعت السنة دي وهي البادي سبلاش بتعقيدة بجد تحفة خطير وهم 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 بجد جميل وهيكمل معايا برضو للسنة اللي جاية وبجد شبه حاجات كتير جدا حلوة وغالية اللي بعده السنة دي انا جربت كوكو واكس بدل فرست كازماتيكس انا كنت اتكلمت قبل كده عن فيديو طبعا انا برشح طريقة الواكس الحراري وكنت عملت فيديو قبل كده عن الموضوع ده هيزهر دلوقتي في الايكونا اللي فوق بتكلم فيه عن كل انواع الواكس لكن لما جربت كوكو واكس انا كنت في الطبيعة بجيب فرست كازماتيكس لكن لما جربت كوكو واكس استبعدت فرست جدا وحبيت ده قوي قوي وهكمل به برضو السنة الجديدة بجد طحفة واحلى بكتير وعايز اقول لكم انا عم بكتير واخف برضو من فرست وطبعا ما ننتاج الهند كريم من افوفا طحفة جدا جدا بالرومان ده جميل جدا برضو وكمان كيران مور اللي انا كنت عملت لكم عنه فيديو قبل هو ده واللي بجد يعني اكتر ريح عاجبتني فيه هو ميكس التوت ده طحفة بجد خطير هو هو افوفا احلى هند كريم انا جربتهم السنة دي وهيكاملوا معي برضو السنة الجاي في بقى حاجة انا جربتهم برضو وعجبتني جرنيه عاملة كريم طحفة قوي للبشرة عايز اقول لكم بيفتح في نفس الوقت وبيبيض وعايز اقول لكم بيدي لمعة كده جميلة قوي بالفيتامين سي اهو ده انا جربتهم برضو السنة دي وعجبني وهيكامل معي بس مش عارفة الافكت بتاعه هيبقى بعد شوية ايه لان الحاجات دي بتظهر بعدين ممكن حبوب لا قدر الله ممكن حاجة بحصل فهو تيل ناو معي مش عارفة بقى بعد كده اللي هيحصل وبردو هستخدمه فترة طويلة وهقول لكم لكن ده لسه انا مجربة السنة دي تمام وما ننساش كمان مانيكير فلومار طحفة قوي جربته برضو السنة دي وجميل جدا ما نكونش عارف ان فلومار اصلا بتعمل مانيكير وكمان الكواليتي بتاعتها حلوة قوي كده فدي برضو من الحاجات اللي مكملة معي اخر حاجة بقى جميلة جدا جدا هدخل بيها السنة برضو الكريم الشعر من جون فرانس بجده خطير جدا جدا تحسوا ان كنتي اساسا عاملة بروتين للشعر مش كريم شعر مجرد ان هو كريم شعر بيتحط فهو تحفق جدا وعلى فكرة انا من الناس اللي ما بتحبسي سيروم الشعر لان هو مشاكله كتير وبيكون اشرة كتير ولازم يدغس الفؤاد المعين انا مستلطفتوش واغلى الماركات مستلطفتوش فانا بفضل الكريم اكتر من الزيوت والسيروم وبكده انا خلصت الفيديو النهاردة واتمنى ان هو يكون عجبكم وقولولي ايه الحاجات اللي عجبكوا قوي وهتكملوا بيها ان شاء الله السنة اللي جاية عشرين اربعة وعشرين ونشوفكم ان شاء الله الفيديو الجاي مع مرمر واحدة وحشوني جدا جدا بحبكم قوي باي باي